بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين المزمور الأربعة عشر في المزمور ده داود النبي بيتكلم عن الشخص اللي ما يعرفش ربنا إنه إنسان جاهل لأن الجهل مش عدم معرفة المعلومات ولكن الجهل الحقيقي اللي هيكلف الناس كتير عدم معرفتهم بالله وبرضو عدم معرفتهم بالله مش معناها ما يعرفهوش كمعلومة لكن معناها ما لهمش عشرة معاه فكأنهم بينكروا وجوده أو بيقولوا ربنا مش موجود وبيعلل السبب في كده داود إن الناس دي مش عايزة يكون ليها عشرة مع ربنا مش جاهلهم برضو بمعلومات عن ربنا ولكن عدم نيتهم في إصلاح أخلاقهم أو في السلوك بوسية ربنا أو ما يريده ربنا يعني ببساطة بيقول الإنسان الجاهل فعلا هو الإنسان اللي ملوش عشرة بربنا وليه ملوش عشرة بربنا لأنه مش عايز يكون ليه عشرة بربنا من أجل فساده ورجاسة أفعله وبالمناسبة كلمة الجاهل بالعبرية معناها نابال وقصة مقابلة داود لنابال موجودة في صموئيل الأول الإصحاح الخمسة وعشرين وفعلا الصفات اللي موجودة عن الجاهل في المزمور ده تنطبق على نابال اللي كان معنى اسمه جاهل نابال كان إنسان عنده رعاة وأغنام وكان داود والناس اللي مع داود بيقوموا بحماية بيت نابال والأغنام بتوعه من أي واحد من المعتدين الغرب وفي المقابل كان المفروض ياخد من نابال أجرة في وقت ما يكون بيجز الغنم إلا إن في الوقت دا داود راح يطلب منه أجرته يعني حقه فنابال رفض يدهوله وكأنه بيرفض يرجع لداود حقه بالدعاء إن ما فيش إله هياخد لداود بحقه داود غضب جدا وكان حماقة نابال هتتسبب في خراب بيته كله لأن داود كان هيدخل هو ورجالته وياخدوا بحقهم المشروع من نابال وبيته في الوقت دا ظهرت زوجته الحكيمة أبي جايل اللي بالحق هي عكس نابال نابال جاهل أحمق أما زوجته أبي جايل فكلامها كل حكمة أول حاجة قالتها إنها رحبت بداود كرجل الله فعرف داود إن الإنسان اللي قدامه حكيمة لأنها تعرف ربنا وليها عشرة مع ربنا عكس جزء تاني حاجة ادت له حقه ويمكن أكتر في شكل هدايا فاتبسط داود وعرف إنها بتتقى الله وما تحبش تظلم حد ولا تاخد حق المظلوم وبالتالي عرفت أبي جايل بحكمتها تداري على نابال بجاهله وعرفت ترد داود عن غضبه وتصلحه على زوجها وعلى بيتها تعالوا نشوف صفات الجاهل اللي بيتكلم عنها داود في المزمور ده الجاهل بيقول في قلبه مفيش ربنا أنا مليش معرفة بربنا ولا دعوة بربنا دا لأنه إنسان فاسد وأفعاله رجسة أخلاقه مش كويسة ما بيعملش صلاح لكن ربنا موجود موجود بحقيقة ومن السماء شايفه باصص على كل البشر وبيسأل وبيشوف هل يطرى في حد فاهم مش جاهل بيطلبني ويعرفني وبيتكلم معايا للأسف الأغلبية زاغوا دا تقريبا الكل انتشر وسطه الخطيئة وفسد مش لاقي حد بيعمل يا رب الصلاح ولا واحد هل هم مش عارفين إن كل اللي بيعمل الشر اللي بياكل غيره زي ما يكون بياكل الخبز أو بياكل حق غيره وربنا ما أمرش بكده هيفضل إنسان خايف خوف لأن خوف ربنا هيقع عليه لأن ربنا موجود وموجود ناس أبرار هو وسطيهم لكن للأسف الجهال ما بياخدوش برأي المسكين بينقدوه وبيغيروا منه لأن هم ما شايفين إن ربنا ملجأه يا ريت يظهر يا رب خلاصك على إسرائيل رد يا رب سبي شعبك اللي خدوا الشيطان نحيته وسداه اللي شبع الأغلبية بفكر شيطاني ورفضوا يتعاملوا معاك خلينا يا رب نرجع نهتف زي ما يعقوب هتف ويفرح كل شعب بني إسرائيل تاني إن هم رفضوا الجهل وعرفوك بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين في المزمور اللي 14 داود النبي بينسب صفة الجهل لأي إنسان ملحد أو إنسان بيقول إن ربنا مش موجود أو مش بيتعامل مع البشر وبيعتني بيهم ونسب السبب الرئيسي لإنكار الإنسان وجود الله والتعامل معاه هو فساد حياته أو سرته الإنسان اللي عايش في فساد أو في خطية لمصلحته إنه يقول ربنا مش موجود لأنه مش عايز يكون لي رقيب أو حد يوبخ له أعماله وهنا نفتكر واحد من فلسفة الملحدين اللي حب يسخر من الإيمان فقال إن الناس المتدينين دول ناس اختلقوا قصة وهمية علشان بيخافوا من الظلمة عايز يسخر يعني ويقول إن المتدينين بيخافوا من الظلمة فاختلقوا إن ربنا بيقف معانا في الظلمة وغيره الحقيقة رد عليه إنسان فيلسوف مسيحي برد غاية في البلاغة وقال له بل بالعكس الإنسان الملحد هو إنسان اختلق قصة وهمية اسمها ربنا مش موجود لأنه بيخاف من النور حقيقة ربنا يسوع المسيح نفسه قال إن الإنسان الفاسد بيخاف ييجي في النور يحسن تظهر أعماله فالنور يوبخه فيحب يفضل في الظلمة يعني في مكان ما فيهوش ربنا وده يفكرنا بالقديس أغسطينوس سبب رجوع القديس أغسطينوس الرئيسي من بعد صلاة والدته القديسة مونيكا هو إن القديس أغسطينوس سمع عن قصة الأنب أنتونيوس وقراها وعارف قد إيه إن فيه ناس عايشة في الفضيلة وناس بتترك متاع الدنيا وأمورها من أجل إن هي تعيش حياة أكثر سمو مع ربنا يسوع المسيح وساعتها ندم من كل قلبه على خاطيته أولا لأنه كان عايش في الزنا وكان عنده ابن من الزنا وغير كده كانت الأخلاق يعني بتعتبر كلها على بعض مش مستقيمة سواء في أسلوب الحياة أو في التعاملات فأولا ندم وقدم توبة جديدة أمام الله وقدم قدام القديس أمبروسيوس أسكو في المدينة وبعد ما قدمت توبة حتى أفكار الإلحاد أو أفكار الفلسفة والسفة اللي كانت بتبعده عن ربنا ابتدت تتبخر شيئا فشيئا يبقى الإنسان اللي يقدم توبة نقية وفعلا عايز يقرب من الفضيلة في حد ذاته يبتدي أفكار الشك تروح من دماغه اللي بيغزي أفكار الشك أو الإلحاد زي ما قال القديس أغسطينوس وزي ما قال داود في المزمورة الأربعة عشر هو الفساد عالج الفساد يقوى الإيمان صباح الخير عليكم ويوم جميل